الأجواء القاتمة التي توحيط بالحياة السياسية اللبنانية لا سيما ما يتعلق منها بقانون الانتخاب انعكست على أجواء لقاء الأربعاء النيابي إذ بدأ كأن كل طرف ينتظر الآخر لما سيقدمه من أفكار أجواء رئيس المجلس النيابي نبيه بري تشير إلى عدم احراز أي تقدم وأن الأمور عالق في مكانها وهو حذر في الوقت عينه من الوضع الاقتصادي الخطر الذي لا يقل أهمية عن الوضع السياسي ودعا بري إلى ترتيب البيت الداخلي في ظل التطورات الخطيرة في المنطقة وكان بري قد سبق لقاءه النواب بموقف على صفحته على الفيسبوك قال فيها بدأ تطبيق مشروع الشرق الأوسط الكبير تقسيم المقسم والتعاون الاقتصادي بين كل شعوب ودول المنطقة بدلا من حقوق دولة للفلسطينيين هلأ نحن ما بننا نقول فول تيسير بالماكيول بعد في أمامنا متسعم دلوقت مفترض يكون هذا الشي حافظ وحماس لكل القوى السياسية والكتر البنينية لإنقاذ الوضع وإلا نضع المجلس النواب قال لبناني أمام مسؤوليته بهذا الاتجاه مش شخص رئيس المجلس النيابي كلام الرئيس هذا لا يعني أنه نحن رايحين على إنون الستين عم بيقول لهم يا جميع اللي كلنا نحن رافضين إنون الستين فبقى أنتوا اللي عم تعملوه أنتوا عم بتروحوا على الفراغ أنتوا عم بتروحوا على إنون الستين اتصالات مستمرة ورغم ذلك هناك نوعاً الإيجابية من خلال هذه الاتصالات ولكن لم يصل الواقع إلى أي تفاهم حول أي صيغة مصادر نيابية مواكبة لسير الاتصالات أشارت إلى أن الرئيس بري قال ما لديه وأنه ينتظر ما سيقدمه الآخرون من جهة والمهل الدستورية من جهة أخرى وأن الدستور لم يلحظ مسألة الفراغ التشريعي وعليه فأن الاستناد إلى المادة الخامسة والعشرين من الدستور التي تتحدث عن حل المجلس النيابي لا يمكن اعتبارها سارية في هذه الحالة وأن الأمر بحاجة إلى نقاش دستوري لتبيان ما إذا كان يمكن الاستناد على هذه المادة أما فيما يتعلق بجلسة التاسع والعشرين فيها تبقى قائمة في حالتين الأولى توافق على مخرج للأزمة الثانية أعظم صدور مرسوم لفتح دورة استثنائية وفي حال فتحت الدورة الاستثنائية وهذا المرجح تؤجل الجلسة إلى موعد لاحق ومن مرتفعات كسروان رصدت معراب عاصفة قادمة إلى المنطقة ولبنان لن يكون بمنأ عنها ومن شأن هذه العاصفة أن تضرب القانون والمواعيد الانتخابية برمتها مراجحة التمديد المطول باسل العريضي قناة الجديد